على أي حال خلينا نروح سريعا لزميلتنا من الشرقاوي ومعاها موجز لاهم الأنباء صباح الخير يا مان شكرا لك مصطفى أتابعنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم دعا الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى وقف فوري للأعمال العدائية في أوكرانيا وعقب اجتماع لهما أعرب ماكرون ومودي في بيان مشترك عن قلقهما العميق أزاء الأزمة الإنسانية والنزاع الدائري في أوكرانيا وأضف البيان أن فرنسا والهند أدانت بشكل لا لبس فيه مقتلاء مدنيين في أوكرانيا ودعا إلى وقف فوري للأعمال العدائية لكي يكتمع الطرفان لتشجيع الحوار والديبلوماسية وإنهاء معاناة السكان على الفور قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلنسكي أن هناك مدنيين من بينهم نساء وأطفال ما زالوا في مدينة ماريو بول المحاصرة وأضف الرئيس الأوكراني أن هناك حاجة لهدنة مطولة لتأمين عمليات الإجلاء مع مواصلة روسيا هجمها وأجلت الأمم المتحدة واللجنة الدولية لصليب الأحمر مئات الأشخاص من منطقة ماريو بول ومناطق أخرى هذا الأسبوع لكن مسؤولين أوكرانيين يقولون أن هناك نحو مئتين مدني ومقاتلين أوكرانيين مازالوا محاصرين في شبكة من الثكنات تحت الأرض في مصنع أزوفستال للصلب في ماريو بول أعلنت موسكو أن الجيش الروسي أجرى في منطقة كالينغراد محاكاة لعملية إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية وقالت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال منورات عسكرية في كالينغراد أجرى الجيش محاكاة لعمليات إلكترونية لإطلاق منظومات اسكندر الصاروخية الفالسطية المتنقلة القادرة على حمل رؤوس نووية وأضافت أن القوات الروسية نفذت ضربات فردية ومتعددة على أهداف تحاكي قادفات صواريخ ومطارات وبناء تحتية محمية ومعدات عسكرية ومراكز قيادات لعدو وهني قالت وزيرة خارجية السويد أن ليند أن بلادها تلقت دمانات من الولايات المتحدة بأنها ستحصل على دعم حال تقدمها بطلب للانضمام لحلف شمال الأطلنطي الناتو وفحص الدول الأعضاء الثلاثين بالحلف للطلب ورفضت أن ليند كشف تفاصيل الضمانات الأمريكية مشيرة إلى أنها ليست ضمانات أمنية ملموسة خاصة أنه لا يمكن الحصول عليها إلا إذا كانت عضوا كامل العضوية في حلف شمال الأطلنطي أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على إعلان بعض أجزاء من الولايات نيو مكسيكو التي تتعرض لحرائق غابات مناطق كوارث موجها بتقديم مساعدة اتحادية لجهود الإغاثة ويشمل المرسوم الذي أصدره الرئيس الأمريكي منحا للإسكان المؤقت وإصلاحات للمنازل وقروضا منخفضة التكاليف لتغطية خسائر العقارات التي لا يشملها التأمين وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأنشطة التجارية في التعافي من آثار الكارثة قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن المجلس النيابي الجديد الذي سيتم انتخابه في الانتخابات المقررة في الخامس عشر من مايو الجاري سيختار شخصية لتولي رئاسة مجلس الوزراء واشدد على ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن وأن تعكس الحكومة الجديدة بعد الانتخابات التطلعات الشبابية موضحا أن الوقت أمام الحكومة قصير حيث تتقدم الحكومة باستقالتها بعد انعقاد مجلس النواب بتشكيله الجديد ودعا ميقاتي اللبنانيين للمشاركة بكثافة في الانتخابات والتعبير عبر التصويت في سندوق الاقتراع مشيدا بجهود وزير الداخلية بسامولوي من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي ضمن الإمكانيات المالية المحدودة وحول انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد الرئيس الحالي ميشيل عون الذي تنتهي ولايته في الحادي وثلاثين من أكتوبر المقبل أكد ميقاتي أن الأمر قد لا يمر بسهولة موضحا أن هناك سلسلة من الأمور التي تحتاج إلى حل ورياضيا تأهل فريق ريال مادريد الإسباني إلى نهاء دور أبطال أوروبا بعد فوزه على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة ثلاثة لواحد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سانتيجو برنابيو ضمن منافسات إيابي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وجاءت أهدف المباراة عن طريق رياض محرس في الدقيقة الثلاثة والسبعين لصالح الستي بينما سجل البرازيري رودريجو هدفيني وكاريم بنزيمة هدفا في الدقائق التسعين والواحدة والتسعين والخامسة والتسعين على التوالي هذا ومن المقرر أن يلتقي ريال فريق ليفر بول الإنجليزي بنهاي البطولة ومن المباراة الفرنسية باريس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر